ترجمة نانسي قنقر وغيرهم حاجات تقريبا بمعنى واحد ولكنها بتختلف في التسمية من مكان للتاني وده بنشوفه في مواقف كتير جدا في حياتنا وبرضه بينطبق على عالم الجن والشياطين زي مثلا نداها اللي تكلمنا عنها قبل كده ولكن اسم نداها ده خاص بأهل مصر بس وليها اسماء تانية ولعل أهمهم هو اسمها في بلاد المغرب وهو أهلا بيكم معايا على المصطبع عني أحمد حسام والحلقة دي بعنوان عيشة قنديشة نداهة المغرب وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير ولو أول مرة تشرفنا هدوس اشتراك وفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد أول بأول ويالله بينا بنبتدي أسطورة عيشة قنديشة على أنها امرأة عجوز شمطاء كل هدفها أن هي تفرق الأزواج وده بيكون بأنها بتفتن الرجال لما تاخد شكل فتاة جميلة جدا ورجلها على شكل حوافر الماعز وتستدرج الرجل لمكانها وممكن تقيم معه علاقة كمان وبعدين بتقتله وتتغز على لحمه وتشرب دمه وما فيش أي حاجة حرفيا ما فيش أي حاجة تقدر تخوفها غير النهر أسطورة عيشة قنديشة مش محصورة على عوام الناس والجهلة والدليل على كده لما تكلم عنها عالم الاجتماع المغربي بول باسكن في كتابه أساطير ومعتقدات من المغرب واللي حكى فيها قصة حقيقية موثقة بشهادة كتير من الناس لأستاذ فلسفة أوروبي في إحدى جماعات المغرب وهو بيعمل بحث عن عيشة قنديشة وفجأة بتحصل له أحداث غريبة وحوادث غمضة وبيتأذي أزية جمدة جدا وبيبدأ ناس قريبين منه يتأذوا وده اللي بيضطروا أنه هو يحرق كل أبحاثه اللي عمله عن عيشة قنديشة ويهرب من المغرب آه صحيح ما ننسيت أقولك من المتعارف عليه أن مجرد ذكرك لإسم عيشة قنديشة كافل جلبها وصب العناتها عليك وفي روايات بتقول أن عيشة قنديشة هي امرأة حقيقية من الأندلس من عيلة موريسكية نبيلة عاشت في القرن الخمستاشر وسمها البرتغاليين بعيشة قنديشة من قنديشة بمعنى الأمير عيشة وتعاونت السد دي مع الجيش المغربي في الوقت ده ضد البرتغاليين كنوع من الانتقام من الناس اللي شردوا أهلها ومن قوتها وشجعتها في الحرب ظمن البعض أن هي جنية وكانت طريقتها في مهاجمة الجنود مختلفة بحيث أنها كانت بتقوم بإغراء جنود الحاميات الصليبية وتاخدهم في الأوداء والمستنقهات وهناك بيتم زبحهم بأبشع الطرق وده اللي رعب الأوروبيين وخلاهم فعلا يأكدوا أن استحالة يكون اللي بيعمل كده بشر وأن عيشة قنديشة أو الكنديسة عيشة هي فعلا عيشة قنديشة الجن مش البشرية أما بها بالنسبة للإنثيربولوجي الفنلندي وستر مارك اللي درس أسطورة عيشة قنديشة بعمق فكان رأيه مختلف شوية هو شاف الموضوع من الأول والآخر وعبارة عن استمرار لمعتقدات تعبودية أديمة وربط بين عيشة قنديشة وعشتار إلهة الحب الأديمة اللي كانت مقدسة عند شعوب البحر المتوسط وبلاد الرافدين والقرطاجيين والفينقيين والكانعانيين واللي كانوا بيقيموا على شرفها تقوس للدعارة المقدسة وقال برضو أن هي ممكن تكون ملكة السماء عند السميين القدامى اللي هتقدوا أنها سكنت الأنهار والبحار قبلنا واللي يخليك تستغرب فعلا هو وجود أسطير مشابهة لقنديشة في كل أنحاء العالم زي أم الدويس في الخليج العربي ووزاة الفم الممزق في اليابان والندهة في مصر وكلهم اشتركوا في الإغواء الأنساوي والقتل والجنس وأكيد هنتكلم عنهم كلهم كل الرجال هنقطت ضعفهم من رغبة ما بيشبعوش وكان لازم يتعاقبو وأنا هنتهم لكل نساء الأرض وأنا ما بغصبش حتى منهم عشان ييجي وراي هم اللي بيجوا باختيارهم جمالي هو اللي بيشدهم بس أنا ما ضربتهمش على أديهم ولكن محدش أصلا يقدر ما يجيش ورايا وانهيتهم كلهم الهلاك ما تنساش اللايك والشير سلام